السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله رأى الغرض ديالك عندك فيه مانا ما تصلش له ما هي الاسباب الاسباب قد يكون الانسان اكل لقمة حرام لك يدخل الى فمه الى جوفه لقمة حرام هذا ما يستجب لله الدعاء لان الله يسترن كاملين انطلبوا الله طعامنا طعاما حلل فقد قال الصلاة الله عليه وسلم ان العبد لا يقدف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا اربعين يوما وكيقدر يكون السبب ايضا للدعاء غير مستجاب هو ان الانسان قاطع للرحم قاطع للرحم والله يسترن جميعا جميع العائلات كي نزاعات كي نخصامات كي نصراعات والناس كي قطعوا الرحم كي ولد عمو ولاد خالو نازو على الارت او على القيل والقال على امور تافهة وقطعوا الرحم والاصهار منساب ما بقىش كي يزورشي هات قطع الرحم والعياد بالله حتى الانصار الاصهار احتمر من الرحم اسموا الاصهار لان هذا ينصهر في هذا كي نصهر فيه يدخل معاولا رحم واحد شارك الدم هذا تمك يدخل في الرحم وهذا ايضا اللي كي قطع هذا الرحم ربي ما يستجبش لكي بقى يدعي ما يستجبش له فاكلوا اللقمة الحرام ربي ما يستجب قطعوا الرحم ربي ما يستجب واللي عنده في قلبه وحد الغضاب وحد الحقب دفين على الاخر ما بغىش ينسى حتى هو لا يستجب لأنه حق الدافين في القلب ديالي والعياد بالله هذه تسمى موانع استجابة الدعاء لكن بعد هذا كله ربنا سبحانه وتعالى اعطانا واحد المنفذ اعطانا واحد الممر اعطانا واحد الباب واسع ما هو هو انك اذا خشيت اقع لك موقع كنا ضعفة لكن الله تعالى قال نشنو المفتاح لهذا الباب وهو الاكثار من الصلاة على النبي المختار الاكثار من الصلاة على النبي المختار الملكة تبقى تصلي على النبي الكريم ربي عز وجل لك يفسح لك باب ما عليه بواب باب كبير كبير واسع وفيه الخير يمر وكتلقى الخير يمر ويمشي ويأتي نعين دي الله سبحانه وتعالى هو الصلاة على النبي المختار كان مغلين قول الاحباب الكرام رأى عدنا جميعا مفتاح الرجاء عدنا جميعا مفتاح الفرج عدنا جميعا مفتاح النصر عدنا جميعا مفتاح الرزق عدنا جميعا مفتاح السعادة عدنا جميعا مفتاح تفريج الكرب كلها ما هو هو الصلاة على النبي المختار فصلوا جميعا على مقام رسول الله وادعوا بما شئتم وسترون بأن حاجتكم مقضية اللهم ببركة الصلاة على النبي المختار اللهم حقق رجاءنا وبلغ مقصودنا وصل عليه صلاة تنجين بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبرد الممات السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله